صباح و أهلاً وسهلاً على الكنان اليوم أريد أن أفتح العلبة لـ Honor 20 Pro أنا الآن أكون في لندن و أقوم بعملكم تقوم بكتابة على هذا الهاتف ولكن الشيء الوحيد الذي أريدكم إليها اليوم هو ماذا تأتي بالعلبة؟ ماذا هي تفكيرها لما فتحت العلبة قبل أن أذهب إلى لندن؟ وماذا نستطيع أن نفعل به هذا التليفون المميزاتها والذي أخذوها من Honor View 20؟ أنا طارق، دعونا نرى ماذا تفكيرها؟ وهذه هي العلبة لـ Honor 20 Pro مثل ما نرى اللون الذي لدينا هنا يخبروني أن هناك لدينا كم لون جاية ولكن سنعرف بالطبع عندما يعملوا اللونج في لندن ماذا الألوان كلها وماذا البلاد التي ستأتي عليها هذا التليفون دعونا نفتح العلبة هذا التليفون مثل ما أتخبركم أن هذا التليفون فقط لـ Review حتى لو تعرفوا أن المعلومات لا مضبوطة كلها هنا لا لدينا كل شيء موجود بالعلبة التي تأتي عادة بقلب العلبة لكن الشغلات التي نقصها مفروض تأتي مع العلبة الأصلية عندما يشتروها اللون مثل ما ترونه اللونه أخضر لدينا أربعة كاميريات هنا على التليفون لدينا وحدة 48 ميجا بيكسل على F1.4 لدينا وحدة 16 ميجا بيكسل وتعطينا الـ Wide Angle Lens وحدة 8 ميجا بيكسل وتعطينا التليفوتو ونقدر نعملها ثلاث مرات Optical Zoom من غير ما نخسر الصورة الشاشة اللي عليها آخر واحدة هنا لدينا 2 ميجا بيكسل كاميرا حتى نعمل الماكرو هذه اللي نقدر نقرب فيها كثير كثير على الشخص حتى نقدر ناخد صور كثير حلوة وآخر شي عنا Dual Tone LED Flash عنا Honor الاسم هنا ومثل ما ترون الغراض هنا تقدر ترون حالكم فيها تغيروا النظام الذي كان لديه من Honor 10 السن الماضي بس ضلوا على نفس تقريبا الألوان الأخضر هذا هنا على اليمين يغير ألوانه 4-3-4 مرات ترونه أخضر قليلا هذا أخضر وثلونه كثير كثير الحجم الشاشة تقريبا نفس الشيب هذه 6.26 عشمة على اليمين هنا لدينا زر لـ Volume Up & Down لدينا Fingertrum Sensor قاعد هنا على اليمين بقلب الزر الذي ندور فيه الشاشة لدينا أصمه عليه تنفتح الشاشة كثير سريع لا أقرأ ولا بقلب الشاشة على الجنب كثير سريع لفوق لدينا ريموت كنترول IR بلاستر واحد من الميكروفونات لدينا 2 سيم كارد ترين لدينا نانو ماموري لتحت لدينا الميكروفون لدينا 6.26 IPS 10P لتعطينا الصور كثير جدا والذي فوق على الشمال اسمه كالكاميرا 32 ميجابيكسل عادلة فوق على الشمال ومعمول عليها HDR والAI لتعطينا الصور كثير جدا ونشارع على الإنستغرام أو تويتر دعنا نكمل ماذا يوجد في قلب العلبة لدينا SIM ejector tool هنا عادة هنا يوجد الوراق والكيس الذي يأتي مع التلفونات ولكن هذا لا يوجد هنا العلبة الأصلية يأتي كل هذه المعلومات هذه جايتني فقط لتعطينا لدينا الواوي supercharge 22.5 وات ليس 40 وات مثل الماجيك 2 أو الواوي سيكون سريعا بسرعة لدينا USB type A لدينا USB type C ونستعمل هذه المعلومات ونشارج التلفون لدينا USB C حتى نستعمل الهاتفون لدينا العاديين بيعانها التلفون لأنه كما لاحظتم ما عملت لكم كله لدينا هاتفون جاك ولكن هذه المعلومات لدينا هاتفون جاك ولكن هذه المعلومات لدينا 4000 ميلي أمبر بطارية أكبر بشوية الملكين من السن الماضي لها السنة من 5.880 إلى 6.260 2.010 2.010 لدينا كاميريات منيحة والكاميرات ونستطيع أن نرى الألوان قريبة كثير من بعض ولكن الشغلات التي تغيرها فيها هي كبر البطارية وكبر الشاشة لدينا الكاميرا وكاميرا وهذه 32 ميجابيكسل وتعطينا صور كثيرا مع AI الصفتور الذي لدينا على التلفون هو اسمه Magic UI 2.1 كما نرى YAL-L41 الموديل 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 لدينا Magic UI 2.1 على أندرويد 9.0 وأندرويد 5.0 لدينا كيرين 980 لدينا 8 جيجابيات و256 جيجابيات وكاميرا كما قلت لكم الشاشة 6.6 1080p IPS LCD وكاميرا ونستطيع أن نرى الكثيرا ومعنا الـ Navigation Bar ومعنا الـ Security Patch للـ 5.010 2019 آخر وكل شيء جديد الـ Navigation الذي لدينا هنا مثل ما نرى على تلفونات الثانية من Honor هناك ومعنا ومعنا عادة تجيبا لما تفتحوا العلبي تطلع لنا وموجودة بس على ثلاث زرار نحن نستطيع أن نزيد الزر زيادة هنا حتى نفتح الـ Panels مثل ما نريد من غير ما نروح لنا فوق ونزلها بالأصبع الحلاوة فيها أن التلفون رغم أنه 6.2 إنش لدينا حجمه صغير ترى أنه من الحجم كبير برئيد وهذه حلاوة الـ Honor 10 والـ أن التلفونات يكون شكل جيد وعندهم قوي بألبون كثير الكاميرات التي لديها من وراء لدينا 8 جيجا بايتس وعندنا 256 جيجا بايتس وعندنا 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 الكاميرات التي لديها من وراء كلهم جيد الشغلات الثانية التي نستطيع أن نتحدث بها أنه الـ UI الذي لدينا هنا السيستام الموجودة تبع الواوي هذا مثل ما نتعودينه بالذام كنا نقوم بعمل ونفتح عليه لدينا ونرقب الـ أمور ونرقب الـ وفينا على الشمال جوجل نقدر نفتحه ونفتحه ونقوم بغيئه إذا بدنا نغير المعلومات عليها ندخل على اوضعها ونضعها ونغيرها بالطبع ونغيرها ونقوم بغيئة وشيئة السيئة على الأخير تفتح تفتح نستعمل الكاميرا كاميرا بسرعة تفتح وتقدر تشوف الكاميرا من قدام لكن لا يوجد كاميرا عدة المشاكل التي رأيناها مع الفينجر بنت سنسور التي يكونون في قلب الشاشة البطء فيه هنا تقريبا تدور الشاشة التي تستعملها والذي كانوا وراء كانوا كثيرا جميلون ولكن يضعونهم هنا وأحسن محل يضعون هنا يضعونها على اليمين لكن الكاميرايت الموجودين هنا التي يمكننا التحدث فيها لدينا 3 كاميرايت أو 4 كاميرايت قاعدين وراء أول كاميرا تفتحنا هذه هي عادة زومها نستطيع أن نرى هنا ونظر وكل شيء إذا نستطيع أن نستعملها ثلاثة تفتح هذه تستعمل التلفوتو لنز التي تحدثنا عنها وترون أن الصورة كثيرا منيحة يمكننا أن نضعها خمس مرات ولكن هذه تصبح هايبرد زوم يعني أنها تصبح بين الأوبتيكال والدجيطال ولكن الصورة لا تصبح كثيرا بالطبع أن نضع لأخر شيء لعشر مرات هنا في الفيديو ولكن إذا نقلبها على الصورة يمكننا أن نصل إلى ثلاثين مرات لا نستطيع أن نستعملها كثيرا منيحة هنا ولكن يمكنكم أن نرى تقريبا هيكا بدأت تصبح الصورة معمولة هذه خاصة أنها تكون مبررة تتخذوها يمكننا أن نعمل أيضا الوائد انجل لنز إذا نقبسها هنا تستطيع أن نرى زيادة فيها المعلومات هناك فرق صغير بين الكاميرايات إذا تستعمل الكاميرا على الفيديو الوائد انجل لنز منها مثل الوائد انجل لنز التي أراجعتنا لها تكون عليها شوية كرب الصور التي نستعملها هنا لدينا عدة شغلات نقدر نعملها 12 ميجا بيكسل وهنا نطلع للألترا كلايريتي وهذه التي تستعمل السنسور الكامي 48 ميجا بيكسل وتستعمل تعمل الإكستندد إكسبوري معناتها لما تكبس الزر الصورة تأخذ عبارة 4-5 سواني لتتأخذ ولكن تأخذ صورة كثير كثير واضحة الشغل الثاني التي نعملها هو البرترات موض مثل العادة فيها عنا نايت موض واللي عم يقولون نعينا أنه صاروا في عنا نايت موض جديد يمكنك تعمل كثير منيح الار لنزز مثل العادة هاي 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 اللي بتتأخذها بوشكن ببلش تأخذ الصورة وتأخذ الصورة وتأخذ تتحدث فيها وتحرك الوجه مثل كأنكم تستعملوها بوشكن انتم الشغلات الثانية عندنا الفيديو هون في عنا البرو موض للفيديو للصور وعنا الهدر السوبر ماكرو لانز حالواتها هاي منتقدر تستعملوها لتقربوا كثير خلينا نشوف نقدر نقرب على الخاتم اللي عندي هون هاي دا التليفون دائر بجلدة وهون نقدر نشوف قدين الاربين ونقدر نشوف صورة كثير كثير واضحة هاي دا الحالوات لما يكون عنا اللنز خصوصي للماكرو لانز بدلا من نستعمل الوائد لانز لنقدر نخبط الصور عليها الشغلات اللي عنها هون تاني عنا سلو مو بانوراما الابتشور مود حالواتها الابتشور مود بتعمل مثل البوكي بس هاي دا بتقدر تدوروها لما بتكون تعملوا البوكي افكت على شغلة تمنى تكون ناس البوكي بتمشي بس على الناس هاي دا بتشتغل على أي شيء بتقدر تعمل على البوكي افكت الالتايم لابس الموجودين الفلتر كلهم موجودين مثل العادة بتقدر نفوت هون على الستنجز نروح لفوتو وفينا نشوف كل المعلومات هذه جيدة كلها حلوة دعنا نعمل الآن سأعطيكم صور أخذتهم أنا من هذا التليفون حراوي فيها أن الصور يستعمل هذا التليفون كم يوم هلأ لدي كثير سوء سوء هاي دا بارح مع ابنها كنا نتمشي فيه عنا رأس عملت عليها بوكي شكل كثير حلو مثل ما تشوفو فرقته بين الأدام والمورا وكثير كثير حلوة الشغلتين سأعطيكم الفيديو الذي حدث هنا سأضغره ونرى الصور كيف تظهر جيد خاصة مع هذه الورود التي لدينا هنا الألوان تظهر جيد نستعمل أبتش رمود ونستعمل البوكي كما أخبركم والشغلة الثانية عندما نستعمل الماكرو لنستعمل نستعمل دغري لنستعمل لنستعمل النقطة المية التي تأتي في الصباح عندما نستعمل على بر الندى يبين كثير جيد وليس مثل هنا كل الصور جيد نستعمل مع اي 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 دعوني لديكم فيديو حتى تشوفوا كيف الألوان وكيف الصور تطلع من الكاميرا الادمانية لعلى التريفون لدينا 32 ميجابيكسر الكاميرا ونستعمل الفيديو على 1080p على 30 frames per second وهذا الماكسيمم التي لدينا من الماكسيمم ولكن نستعمل للصور تطلع جيد من الديم دعوني نقلب الكاميرا الورانية وفرشيكم ماذا نستعمل بالكاميرا حتى لما نستعمل على 4K من وراء الكاميرا الورانية تقدر تعطينا 4K على 30 frames per second لا 60 frames per second ولكن حالة فيها حتى لما تصور الفيديو بال4K لدينا موجودة بالOIS غير هكذا نستعمل من الكاميرايات الموجودة هنا مثلا إذا نستعمل الكاميرا العادية يمكن الكاميرا الوائد الانجل بنص الفيديو وتستعمل الكاميرا بنقدر نغير الموجودات الكاميرايات التي وراها بنص الفيديو من غير مناطف الفيديو الانجل ايضا 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 لا يوجد مثل هذا في الماركت الشكل مميز الالوان التي من وراء ومع صغير لكن قدر 4000 ملي بقلبها الشاشة منيحة كبيرة 6.26 لكن تستعمل صغيرة باليد وستعمل بيد واحدة الحلاوة فيها الـ Fingerprint Sensor تبعها كثير كثير سريع لا لدينا جستر عليها لكن إن شاء الله نستطيع أن نشوف عليها قريبا الكاميرا عادت على هون كل الصور اللي عم نشوفها أبسلي حلوين وكثير مناح حتى الـ Front Facing Camera الشغل الوحيدة كانت أمنيتي عليها أن يكون لدينا ستيريو سبيكور لا لدينا يا هون معنا الـ Bottom Firing Mono سبيكور والشغل الثاني أن الكاميرا من قدام رغم أنها 32 ميجا بيكسل لا نستطيع أن نعمل أكثر من 1080p فيديو وكان أمنيت أنه 32 ميجا بيكسل يمكنني أن يعطونها على قليلة 4K حتى لو لم نستطيع أن نشوف على قليلة 4K نشوف إن شاء الله يمكن بالمستقبل غير هيك كل الشغلات التي عليها هون كثير منيحة لا أستطيع أن أقول أي شيء ممنيح إن شاء الله نستطيع أن نعمل معلومات الزيادة بالـ Launch Event قبل أن تشاهدوا هذا الفيديو أنا أصرد في لندن وعند أعمل الـ Coverage على التليفون إذا كنت تكون لديكم أسئلة أو أي شيء نزلوا بالـ Description تحت لديكم التويتر والإنستجرام حتى تعرفوا ما الذي أقدر أعمل هناك وإذا كانت لديكم أسئلة تستطيع أن تسألوني منهم ضغر شكرا جزيلا على كل الناس الذين يتم إشتراك على الـ Canals وصورته جيد معنا على هذا الـ Canals أقدر أعملكم أكثر ما أقدر فيديوهاتي على أسرع ما أقدر ما بعد ستنو تعرفوا أنه عندي أنا كنال أساسية إنجليزية أنا أعمل كنال جديدة هذه على العربة حتى أقدر أبدأ أعملكم فيديوهات هذه هذه وعشان هيك أقدر أجيب تليفونيات جديدة خبروني بالدسكريبشن تحت أو بالقامل تحت شو رأيكم به هالتليفون هل تقتر عم تفكروا أنتم بشي بالـ Honor 20 Pro هل استعملتوا تليفونات من قبل أنا معجب كتير بتليفوناتهم لأن الأسعار تعيتهم دائما بتكون كتير رخيصة بنسبة الميزات اللي بيعطونا إياها لما بتقربوها من نصة شركة الواوي الواوي بتعطينا كتير شغلات حلوة بس أسعارهم كتير عالية الـ Honor بتعطينا هيدول المميزات بل بأسعار كتير قواطية وحلوتهم إنه كتير شكلهم كتير حلو حلو خاصة الـ Honor 10 الـ Honor 9 والـ 8 وخاصة هيدا بالـ Honor 20 Pro شكرا جزيلا على كل مشاركتكم شوفكم قريبا بالفيديو مع السلامة